السلام عليكم التقائي وصديقاتي مع فيديو جديد واخبار وتسريبات جديدة عن البرنامج الدرامي الجزء الثاني قسم ونصيد من المشركين وكذلك اخبارهم خارج البرنامج وضافل البرنامج من تحليلات للحلقات المقبلة وكذلك سوف تشاهدون في هذا الفيديو متى سوف تدخل شهناز الجزائرية اللي الكل بيسأل عن وقت دخولها وكذلك وتصريحات وجدان عن مريانا وكذلك تصريحات ذكية عن حلقات او عدد الحلقات في البرنامج وكذلك تصريحات صفاء وكتير اشياء رح تكتشفونها في هذا الفيديو وشو بيقول الفانز في حلقة اليوم وحلقة امس وتصرفات دعاء ورد دعاء على هجوم الفانز بتقليدها لفرح وخلط اوراق كثيرة رح تصير مع المشترك علي ورح تكتشفوا كل شيء في هذا الفيديو فقط تابعوا الفيديو للنهاية ولا تبخلوا علينا بلايك فضلا منكم وكذلك لا تنسوا ان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد فاول شيء رح نحكي عن الدعاء والمشكلة اللي صار داخل الفيلا واللي كانت هي سببه فكتير فانشاة بان الدعاء بتحاول انها تعمل مشاكل من ادفع شيء وتحاول انها توصل على ظهر او تقمص شخصية مثل ما سبق وشرحت لكم في فيديو امس او اول امس اللي نشرت لكم عن الشخصيات الشخصيات المشتركين واراء الفانز بشخصياتهم وكل حد كيف شافوا الفانز كيف شاف شخصياتهم باي طريقة بيحاولوا انهم يتقمصوها فشافوا الفانز بان فعلا دعاء بتحاول انها تتقمص شخصية فرح الجزائرية واللي الكل بيعرفها وبيعرف شخصيتها وصاروا يعني بيحبوها لشخصيتها اللي هي كتير صريحة وكتير يعني من دفع ومن فعلة ولكن عفوية بكل معنى الكلمة وهي يعني قلبها طيب وهذا اللي الناس حبوه في فرح وبيشوفوه الان في شخصية دعاء ما بنعرف يعني انا كشخصيا حد الان ما زال ما مش واضحة شخصية دعاء هل هي بتقلد ام لا ولكن في بعض التصرفات بتوضح انه هي فعلا بتقلد فرح فحتى في تصرفاتها مع علي وحتى انها بتحاول انها تأثر عليه حتى انه ما ما يصير يختار او تتحكم في قراراته فكتير فانز وكتير صفحات بتتروج وتقول انهم مزعوجين من شخصية دعاء وصراخ ومشاكل اللي تافها جدا وبيشوف هالفانز انها تقلد مئة بالمئة فرح وبكل تصرفاتها بكل كلامها وتتصنع كتير ومثل ما شرحت لكم انه الفانز ما حب هذا تصنع فيها وتقمس شخصية فرح وتحكمها بعلي وكتر الهجوم عليها وقالوا على ان في هذه الحلقة بالضبط يعني حلقة اليوم هي كانت حتى بحركاتها مع علي تحاول انها تقلد فرح مع تصرفات فرح مع احمد كيف كانت يعني بتحاول انها تتقرب منه ولكن حتى علي ما كان بيحاول انه يكون او بيتعاطى معها بنفس الطريقة او يتجاوب معها ورغم هذا هي بتظل انها تحاول تتمثل انها قريبة من علي او تحاول تمثلك علي بهذا المعنى فبعد كل هذا دعاء يعني كمية الهجوم اللي كانت عليها من الفانز فلهذا هي فتحت بت مباشر وكانت مع احمد اللي كان مع فرح قبل او اللي هو مع فرح قبل ففتحت بت مباشر وحاولت انها توضح للفانز بعد ما كان يعني هناك دردشة ما بين هوا بين القسم ونصيب الجزء التاني فهي وضحت للجمهور والفانز انه هي بتشبه فعلا فرح ولكن هي ما بتقلد فرح ولكن الفانز رغم ذلك فهو بيقول لها انك بتحاول انك تمثلي او تقمسي شخصية فرح بكل حدثيرها حتى بتصرفاتها مع ذاك القبل اللي انت بتكون بجانبه اما عن وجدان شخصيتها والكل حب يعني هدوءها ويوم بعد يوم فالفانز بدأوا يحبوها ويحبوا شخصيتها وشافوا انه بس ردت فعل وجدان على صراح دعاء كان ترند البرنامج دون ما بتدور على اي افتعال مشاكل وتعصب ولكن فقط ردت فعلها كان ترند للبرنامج وكتير صفحات عجبتهم ردت فعل وجدان وكيف خافت لما انكثرت القنينة وكتير فانز روجوا في كل صفحاتهم هذا المقطع والفانز شافوا على انه ماريانا كذلك بتحاول انها تتدخل بين كل وتعمل حوارات بينهم وبعدين تقول انا اسفى ما كان بدي اعمل مشكلة فوجدان خرجت في بات مباشر وكانت تتكلم مع الفانز في البات وصرحت انه ماريانا ما رح تضل كتير في قسمه ونصيب ورح تخرج من الفلا في وقت قصير المهم كتير كان يعني متأثر من قصة ماريانا انه هي عاشت بدون والدين وهناك يعني فارس اللي دائما بينشر وكنت دائما بقول لكم عليه انه بيفتع المشاكل ولكن اتضح انه فارس هي شخصيته كتير جيدة ويعني شخصيته بيحب انه يقول الحقيقة وما بيحب نافقه هذا اللي شافوه الفانز عليه وكل ستورياته تتحدث على وجدان وجمال وجدان وفي الفيديو امس اللي نزلت لكم قبل هذا شاركت معكم الشو كان بيقول على وجدان وانها احلى من ستوري وقال حتى ابي يعني اب فارس قال له انت ليش ما اخترتي وجدان يعني كان بيعاتب هو ليه ما اختار وجدان ويتضح انه فارس يعني معجب كتير بوجدان وشخصية وجدان وحتى انه شارك ستوري كذلك وقال فيه يعني ليش يطارق ما اخترت اللي البنت اللي قلتلك عليها في المطبخ يعني كان كل نفسه انه يكون مع وجدان ولكن كما قلتلكم انه الظروف ما عنده وجدان ما كانت معه ولكن هما بيحكوا انه هما اصدقاء مع بعض خارج البرنامج وحتى وجدان صرحت في بات مباشر انها لقت الحب الحقيقي داخل البرنامج وحتى انه فارس اليوم بحسابه نشر هذا الفيديو من كواليس قسم ونصيب مع وجدان وكتب جمال الباربي ديانا مع غروب الشمس يعني فارس صريح جدا وجريء جدا ب اعجابه بوجدان وشخصيات وجدان وكل كلمة بيقولها عبر حسابه بالانستغرام بدون اي خجل او بدون اي تحفظ اما عن شهناز الجزائرية فالكل من الفانز والمشاهدين منتظرين دقولها ووقت دخولها للبرنامج على احرار من الجمر وكتير فانز يعني صاروا يدخلوا على حسابها بالخاص وبيسألوها امتى رح تدخلي رح تدخلي للبرنامج فهناك محادثة ما بعرف اذا كان هذا التسريب صحيح من حسابها ام لا المهم هذا التسريب يوضح انه ردت رح تدخل يوم رح تكون وجدا المهم كما قلت لكم ربما هذا التسريب صحيح ام لا وكذلك فبيقولوا كتير صفحات وفانز ومشاهدين على انه وقت دخول شاهي ناز للبرنامج رح تتغير كتير اشياء ورح تتخلط كتير اوراق في داخل البرنامج وكذلك زكية عملت بت مباشر وكل هذا البت سألوا الفانز عن كم حلقة في البرنامج قالت انه رح يكون فيه بس 80 حلقة وانه وجدان صديقتها وحبيبتها وكلهم صديقاتها حاليا ووجدان هي حاليا في المغرب لانها بتعيش في المغرب وسألوا حتى صفاء في البت المباشر عن علي قالت انها ما رح تكون مع علي ولا حتى نيكولاو هذا الشخص اللي رح تكون هي معاه ما انتشر ابدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقالت انه ما نشر صوره ولا مرة وانه احلى من الموجودين لكن في اللي بيروج ويوضح خلال بت المباشر اللي حصل بينها وبين نيكولاو بيقولوا انه هذا الشخص هو نيكولاو ولكن ما حبت انها تبين حتى يكون مفاجأة وما تحرق الاحداث لانه خلال هذا البت المباشر اللي كانت مع صفاء نيكولا فهو اخبرها انه رح يروح على بلده لكن هي كانت كأنها رح تبكي على بعده وانه خبرها انه رح يصافر فلهذا استنجوا الفانس انها بتحكي على نيكولا ولكن ما حبت توضح هذا اما عن مريانا الفتاة الجديدة اللي دخلت للبرنامج فكثير الفانس بيروج ويقول على انها قريبة من ريتا يعني من جديد فتاة جديدة لبنانية تدخل على البرنامج وراح تطير الانظار الها وكثير ناس رح يتحدثوا عنها انها قريبة ل ريتا وهي اللي رح يكون مصلط عليها الاضواء وهي اللي رح ممكن يتعاد عليها السيناريو مثل جينيفر وخالد تكون هي الفائزة بقسم ونصب فكثير فانس قالوا انها قريبة لها يعني هي احد صديقات من بنات ريتا اما عن اميمة فشاركت هذه الصورة لها مع علي وكذلك علي شارك هذه الصورة عبر حسابه بالانستغرام يعني اثنين هم شاركوا نفس الصورة وكذلك بيشاركوا فيديوهات لهم وكثير فانس بيستذجوا انه هم بيلمحوا انه رح تصير علاقة فيما بينهم علي واميمة التونسية وكثير فانس بيقولوا انه حبينا هذا القبل ورح يكون كثير قبل مميز وكثير مشاهدين شافوا على انه اميمة وجدان اكتر شخصين حبوهم المشاهدين وعاطين قيمة لنفسهم وكلامهم موزون وما في تصنع ابدا وحتى شايفين انه سامي محترم جدا وكذلك عجبتهم شخصية طارق وفارس وكان هذا هو الفيديو من اخبار وتسريبات وكذلك اشياء كثيرة شاركتها معكم فضلا منكم لا تبخلوا عليها بلايك وكذلك ان تشتركوا بالقناة مع تفايل زر الجرس وانتظر كذلك تعليقاتكم وارأكم حول الاحداث وكذلك المشتركين وتصرفاتهم والى فيديو قادم ان شاء الله